بسم الله الرحمن الرحيم أبضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسل لنا أمورنا مع الراحة في صدورنا والأمن والإيمان في ديننا ودنيانا وآخرتنا نمضي وإياكم في سلسلة رسالة عنوان الرسالة اليوم هي علاج أسباب قسوة القلب الأصل في القلب أن يكون لينا من سبقنا كان صباحهم ومساؤهم يعملون أعمالا فيها دواء للقلوب الناس كانوا يذنبوا ولكن كانوا يصلحون قلوبهم بالاستغفار والطاعة والإنابة إلى الله عز وجل الآن صار عندنا تصحر روحي صار عندنا جفاف روحي القلوب ما يهبط من خشية الله على كل شيء يفقد الخاصية تبعه يصبح لا قيمة له البرتقالي خاصيتها أن تكون مليئة بالعصير فصار فيها جفاف وتصحر وتفتحها أو تتاكل خاصة إذا كان هذا النشفان يعني واصل لدرجة يعني أخرجها عن ماهيتها القلب هو شيء يقربك إلى الله ويدفعك نحو الطاعة دين جف قصت قلوبكم الله عز وجل قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وفي الحديث عن ابن عمر لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القاسي القلب قلب آسي متى ما قسي القلب خرب خلاص بإلاك هل البطارية إذا جفت شو إن شاء الله يكون حقها البطاريات اللي عم نستعملها في بيوتنا للطاقة البديلة هاي اللي مسموها الليد هاي إذا جفت شو شو قيمتها قيمتها وزنها خلاص خربت هل القلوب خرباني سماها النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قلوبهم صدية لقلوب الناس شغالة شو عم تسمع شو عم تسمع كنت هيك في محفل بين الناس ما عندك شباب نالهم بصراحة ميم بيناتكم اليوم نمصلي الصبح صراحة يعني ما في شي يعني ملي أنا لا رئيس قسم شرطة ولا مأمور تنفيذ هيك ثلاثة أرباع الشباب ما لونوا مصليين الربع مصليين آخر دقييتين واحد من بيناتونوا مصلي إيش جماعة مع الإمام هدو حال الأمة قصد قلوبكو إيمتى منمسك القرآن إيمتى منمسك السبحة هيك حبا لله عز وجل طوعا مو كرهان كرهان كتير منمسكها لما يفوت على المستشفى كلنا منمسك المسبحة لما يفوت على العناية المركزة الأب أو الأم أو الزوجة كلها يدنا منصير منقرأ قرآن صير من أهل الختم أخي لك يا رب يصير بيصلي أنا دائما الشباب بفحص البكالوريا بين المادة والمادة بيجي بيصليوا صلاة الفجر يا شيخ يدعينا يا أستاذ لا تنسانا من دعوتك قال له ابني أنت بكالوريا يعني يا بكالوريا تاسعة خلي خليص ورجيكوا شو قلوب ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك الآن قسوة القلب صارت شغلة ظاهرة قال له أنت يشعرون الناس لا يترحمون فيما بينهم ليش ما في قسوة في قسوة ما في رحمة قصت القلوب فهي كالحجارة ولا الحجر أرحم ولا تنزع الرحمة بقسوة القلب شفت زوج ينهر زوجته ويضربها ويجتمها ويعلو صوته إلى الجيران قاس القلب شفت قاس القلب لا يرحم إخوته في ميراث ولا في غيره لك بتلاقيه بيجي على الجامع ولكن الجامع ظاهر وما بتجي أنت إلى الباطن للدرهم والدنار قاس القلب صرت تشوف المهن والحرف الناس ما ترحم بعضها اللي بتجيبه ويشتغل شغلة صغيرة يقول لك عشرة آلاف قال له قطلت ثلاثة آلاف والألفين لأنه إيش ليس هناك ليس هناك رحمة وليس هناك مودة بدلنا المودة والرحمة بإيش بقسوة للقلب أبعد الناس عن الله عز وجل عن الله عز وجل القاس القلب قاس القلب لا يتلذذ بعبادة لا يتلذذ بالعبادة إلا رقيق رقيق القلب جاي بيك يعني شو يحضر خطبة الجمعة أصلاً أصلاً هقاس القلب يأتي إلى خطبة الجمعة لينقض حتى إذا أتى إلى مجلس العلم يأتي لينقض ما له جاي لا يستفيد لذلك إذا بتحطه وهكذا كان المنافقون يجلسون إلى رسول الله ما يستفيدوا ومنهم من ينظر إليك ينظر إليك الله عز وجل قال أفأنت تهدي العمي أني ما عمي الأبصار إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قاس القلب لا ينتفع بالقرآن قاس القلب هلأ شلون بتجي قسوة القلب شوفوا أخوانا الكرام تعرفوا الركبة الركبة يعني الله عز وجل جعلها زيت خاص فيها يعني المفاصل مين بزيتهم الله رب العالمين إذا جفت هذه الركبة من الزيت صار بده زيت بديل وإلا بعدين الإنسان بعد يحسن إيش يمشي القلب يحتاج إلى غزاء بده إنسان يتعاهد على الإصنصور ما بده متعهد ما بده بده صيانة ولا ما بده صيانة سيارتك ما بده صيانة في شيء في الحياة ما بده صيانة القلب بده صيانة القلب بده صيانة صباح مساء القلب عالم عجيب القلب يتقلب سرعة هو اسمه قلب لكثرة تقلوي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك يوم بيحب الجامع بكرة بيحب إيش بحب الأفلام الهندية يا رب دخيله خلينا على الجامع القلب يهوى بدك أنت كل يوم تعالجه والداوي يلي معه يلي معه مرض القلب كل يوم بده حبي مو بس كل يوم بده حبي معه حبي حاططها في جيبته صار معه أي طارق بيحطها تحت إيش وقال له بيروح مرض القلب أخطر أحكيكم شغله كل الناس مصابين بأمراض القلوب أف أحسن واحد فينا هو من يسمع القرآن للنغم إذا سمعه عبد الباصيط اللي يحوله منه الله الله هو مشانشو أخده الحال المغنى مو المعنى المعنى هدول قليلين ليسمع المعنى ويطير فيه طير فيه عالم قلبه وينو هذا هذا القلب هذا العالم العجيب هذا الإنسان إذا سكر عينه بيفتح قلبه بيفتح الشاشة صير فيه عالم هلأ نحن الآن أمراض يقرأ القرآن ويفضي به إلى الخذلان ما يزيده ولا تزيده التلاوة إلا بعده يمكن يقرأ القرآن ويلعن نفسه لأنه من يكون من صفة إيش ألا يقول ألا لعنة الله على الظالمين وإذا كان هو منهم فقد لعن فقد لعن نفسه الآن دليل على قسوة القلب عقوق الوالدين عقوق الوالدين لأننا نحن من يومين بر الوالدين وعيد الأم ينظر إليها نظرة رحمة في ساعة ويعقها آلاف الساعات هذا الذي ينهر أمه ولا يبر أمه ولا يبر أباه هذا قاس القلب ولا تنزع الرحمة إلا إلا من شقي كل ما كان الإنسان بعيد عن البر اعلم أنه شو بيئلك هي مقولة جديدة خليه إخواتي يكسبوا البر أنا اكتفيت مقولة هي الآن موجودة أنا اكتفيت هي اكتفت كسبوا برك لوالديك ما هو عبارة عن فقط وفاء بر الوالدين طريق إلى الجنة هذا إذا كان قلبك شغال إذا قلبك مشغال فعلى الدنيا فعلى الدنيا السلام لا أدل على قسوة القلب في هذا الزمان الجفاء بين الإخوة بين الأخوات لما عم يصير مع الإنسان أسوأ الأحوال التي تمر في هذا الزمان شو أسوأ الأحوال هل كنا نقول أسوأ الأحوال أنه والله يا أخي مريض أسوأ الأحوال وأنه يا أخي والله ألمت به مصيبة هلأ أسوأ الأحوال ما عنده مأوى ما عنده مأوى أصعب شيء في الحياة أنه الإنسان أن لا يجد مأوى لما الله عز وجل وصف اليهود هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هي إهانة كون إنسان عنده بيت لك حط أخوك لو بعقد خود منه نص أجار أحسني إليه يا سيدي ما عندك بيت ساعده بأجار البيت أنت إنسان الله عز وجل أعطاك هو أنتم كنتم في رحم واحدة أبداً كنتم في بيت واحدة كنتم في غرفة واحدة رضعتم من ثد واحد أين أنتم شو هالقسوة هاي شو هالقلب شو هالقلب ما هذا القلب ما هذه القسوة ما هذه القسوة على أختك ما هذه القسوة من الأخت على أخيها تراه وقد جار عليه الزمان وهي تستطيع أن تكون له أن تكون له عونة إن كان في مرضه وإن كان في وإن كان في حاجته الآن قسوة القلب التي نراها عند الناس من الجرأة على ارتكاب الموبقات التبجح في المعصية يعصون الله عز وجل ويتبجحون بمعصيتهم هؤلاء اسمهم المجاهرون وهؤلاء هم عرض لسخة الله عز وجل هذا اللي عم يجاهر كان الواحد يساوي معصية وينضب ويعد كان يساوي معصية وما يحكي الآن بيساوي معصية وش بيساوي هو يجاهر بها صار يفتخر بمعصيته صار ينشر على وسائل التواصل الآن في ناس عم تنشر على وسائل التواصل صور فاضحة شو فاضحة لا يبالي لكي الصورة إذا أنت إجا شاف إنسان لإذا أنت رأيت صورة وانت ما كان عندك ضوابط كان أصدقائه يجب أن تعيد ترتيب الصداقة بكثير من الناس الذين تصادقهم إن كان على وسائل التواصل ولن كان بحياتك العامة هذا عم يعصي الله ويتبجح شوف على صفحته يعانق فتاة ويصورها ويتصور هو وياها سيلفي إن شاء الله عمره ما يكون صديق إليك هذا هذا إنسان لا خير فيه هذا إنسان عم يتعدى حدود الله عز وجل هذا إنسان ما في قلب أنا في كتير من المواقف في الحياة هي ليست بهذا المستوى مستوى بسيط شوف إنسان بعرفه كوني مثلا يعني بشغلي صغير ببعت له رسالة على الخاص سلام عليكم قلوا أنا شفت لك صورة حاطتها بس وهي غير مناسبة أنت إنسان أخ كريم أرجو مني منك أن تتقبل مني هذه النصيحة شوفوا إن استجاب والله معناته في خير ما استجاب في صحبة في الله وفي شيء اسمه هجر في الله هذا قاسي القلب هذا ما لازم يكون معي هذا إنسان لا يبالي بحياتك أنت شفت اللي الآن اللي رفيئة نحن كنا إذا سمعنا واحد حكى كلمة هيك خارجي عن ولا واحد في المية يقولي يا نطيف هذا رجل ما يجب أن يصاحب وين الله أين نحن من هؤلاء يقول لك أخي ما يعني يصطفل يصطفل هلا صار يعود معه بيقول لك هو بشراب وأنا ما بشراب اللي يعود معه بالقهوة بيقول لك هو أخي هو بأرقل أنا ما بأرقل لك حبيبي معه معه بصير معه هو بدخين ألا ما بدخين ما بدي فتركوا بحكمة الدخان والأرقلة أول شيء كله مضرة وبعدين السلام بيجر كلام والكلام بيجر بطيخ الدخان بيجيب أرقيلة والأرقيلة بتجيب مشروب والمشروب بيجيب موبقات جلسات بتجيب بعضها البعض شو يعني أنت قاعد أنت ويا على الطاولة عم تأرقلوا مثلا هتحكوا سيرة من سيرة الصالحين أه؟ ولغيب ونميمة أيضا من القسوة في هذا الزمان التي نراها هو أن الأغنياء صاروا لا يشعرون بالفقراء من القسوة هاي قصد قلوبكم تذكر له إنسان فقير الله عز وجل يعطي الله يعطي الجميع هو يعرفه أنه فقير وأنه يحتاج إلى عطاء هو معه من المال ما لا يعد ولا يحصى يجب أن يكون الإنسان عنده من الشعور ما يستطيع أنه بل لك والله ما استطعت أنه نام وأنا أفكر بهذه العائلة وأفكر في هذا المشهد كان مشهد واحد كفيل أنه يغير الحياة ما يشعر في شغلة تانية غير المال الإنسان بيشوف مشهد أليم مشهد من الدمار مشهد من الدماء ما بيحرك فيه ساكن ياريت هيكو بس هو بيشوف هذا المشهد بيمسك الريمون كونترول بيقلب على محطة يمكن فيها من الموبقات هناك بتلذذ ويرجع إلى حالته الطبيعية الطبيعية في المعصية لأنه إنسان غير طبيعي وغير سوي أو يحط لك على غناء وعلى مجون وين لما بيشوف فيك منظر أنت يطفي التلفزيون وعود أقول أستغفر الله عسى الله أن يفرج كربك وكرب المسلمين عود أستغفر الله عسى الله عز وجل يفرج عن هذه الأمة فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا أيضا من القسوة الآن سوء التعامل فيما بين الناس يلي بتلاقي كل واحد خلقه بإيش من خيره في رأس أنفه الولد لسه ما بتحكي معه مثل الببور لكن هذا قلب آسي القلب الرحيم طول باله الزوج هكذا الزوجة هكذا لمعلم هكذا في الطريق كان الناس عندها مشاكل بس ما كان ما كانت خاسي قلوبهم كان إنسان يتحمل تحمل جاره أبو حنيفة تحمل جاره أضاعوني وأي فتن أضاعه ويذكر ويتحملوا ولما دري إنه أخدوا الشرطة راح توصط له لماذا من وجار هلا إغلاط إذا كنت شاطر لسه ما تفكر في خمسين نيابة هذا النيابة للإنسان النظامي وإذا كان إنسان عشوائي روح شو شو بساقي معك يجرح لك سيارتك يلي بنفس لك سيارتك أو يبعت لك اتنين يعملوا لك بلاء ما تدري من أين يأتيك البلاء ليش قلوب قاسي ما تفكرت في الله عز وجل البر مين البر يعني البر الخير الإنسان الفاضل من لا يؤذي الذر كل من قسوة القلوب قسوة القلوب معناته ما في إيمان ما في صلاح ما في تقوى ما في صلاة فجر ما في سنة ما في صيام ما في قراءة قرآن ما في سبحة ما في سجود ما في ركوع هذا هو حال الناس شو حال الناس سيماهم في وجوههم فرج شباب الإسلام فرج هذا رابطها من وراء وهذا رابطها من قدام وهذا لك بس تفرجوا لي على البنطلونات الشباب اللي ماشيين في الطرقات والله أنا قلت لحالي هذا مسكين الأخ يعني مشؤوق بنطلونه وبعدين يجي لي أخ هذا هذا موديل يا أستاذ هذا هذا بنطلون غالي هذا شو هو شاءه جاي وكالة مشؤوق هيك اللي الآن هذا دليل سخف انحطاط دليل رجعية لأن الإسلام الإسلام عقل إسلام تقدم الإسلام رقي سوء المعاشرة بين الزوج وزوجته للمحاكم من أسوة القلب أما لو نعرف خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الصبر يعني أبي وأبوك وجدي وجدك وجد جدي وجدك وست ستي وستك ما كان عندهم مشاكل كان عندهم مشاكل لكن كان قلب رحيم هيلي تعبت وانجبت لك أربعة أولاد وخمس أولاد وست أولاد وثلاث أولاد وولدين وربت وتعبت وتعملتك عن الحلوة والمرة ولما كنت فقير ولما كنت بغرفة ولما كنت ببيت أهلك ولما كنت موظف هل الآن لما قسى قلبك وكثرت ذنوبك صرت تريد أن تضربها وتجتمها وتقول لها اذهبي إلى أهلك ويعلو صوتك إلى بيت الجيران هذا كله هذا من إيش؟ من الأقلوب الخرباني قلبه مصدي والقلب لما بيصدي بيصدي معه إيش؟ العقل أيضاً أيضاً أننا نحن الناس اللي عم نتعامل معهم مو أغلبهم بيجوا على الجامعة بيقولوا الله أكبر وبيجوا يوم الجمعة المشكلة مشكلة قلب صدقوني أيها الأخوة الكرام ذلك يجب أن نصلح القلوب دلالة على قسوة القلوب شاع بين الناس كل أمراض القلوب ما في مرض من أمراض القلوب ذكرها المصنفون إلا وموجودة في الناس على الاحتشاء موجود كوليسترول موجود ارتفاع ضغط الدم موجود ديسك موجود روماتيزم موجود هل أنا حكيت لكم عن ناحية الصحية أما غيبة موجود في مجلس ما في غيبة نميمة موجود مزاح ثقيل موجود حتى المزاح الثقيل وصل لحد اسمه الثقيل الثقيل يعني الغريض صنف من الناس لا بأس به لا يقل عن عشرين بالمية غليز بس أقول له حل عني من إيش هاي كلها من أمراض القلوب مرض القلوب مرض إيش معه اللسان من خطب خطبت بصير سريع الغضب نار بس بده إيش شرارة واحدة أحكي معه كلمة واحدة حتى ينكت لك الأخضر بليابس ما في أغلب مشاكل الناس ليست بمشاكل ما في مشكلة بالأصل ليس هناك مشكلة إيش لأنه نحن القلوب القلوب مزابطة شاع بينهم الحسد شاع بينهم الحقد شاع بينهم الأنانية شاعت بينهم هذه الأمراض الكذب 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 يا لطيف أعطيني بس صادق ننحط على الرؤوس ونمشي به فين الناس صادق سان يعبر عن عن أخوته بالصدق وهنا الله أعطيني صادق والله يا أخوانا الكرام الصادق لذلك الآن يجب أن يكون عند الإنسان مكرا في عنا درس صريف على الفجر الفراسة ليس الفراسة فراسة على الخيل الفراسة هي أعطاء من الله عز وجل تأتي من كثرة العبادة نحن كنا في زمن كان كل الناس عندهم فراسة الآن الإنسان المؤمن يجب أن يكون عنده فراسة حتى يعرف ما يدور حوله ولا بتروح بتضيع مع الضائعين تأكلها إذا بدك تشتري بيت وبدأ يكون عندك فراسة ألف فراسة وألف حراسة بيأخذوك فبتوك منهم بيشربوك مية البحر أبدا ناس قلوبة قاسية لذلك الآن نحن في زمان من كثرة قصوة قلوب الناس ليس لهم معبود إلا المال لغة وحيدة هي سارية بين الناس لغة الكون الوحيدة إيش عدلي أعطيني مصاري بس لا يعرف إلا المال قيم الوحيدة المطلقة في الحياة هي المال أما لوجه الله ما فيه مرة التمس من أحد الأطباء أن نالوا هذا إنسان فقير وأنا أعرف حاله وإلتمس منك بحكيت له بالعام إن نالوا خطي قال لي يا أستاذ أنا هنا فاتح عيادة خطي أنا ما عنده غير لغة وحدة لغة الخمسين والمئة والمئة وخمسين والمئتين ألف بس والإنسان إذا جمع المال آخر شي ما ما الدنيا يبقى للدنيا والورق بيبقى بالورق شهادات وتقديرات كله يبقى في الورق وإذا ما زال لا يبقى إلا العمل الصالح هاي العمل النادرة من قسوة قلوب الناس صاروا ما يعرفون إلا المال ونحن نريد أن نعزز شيئا آخر إن أجري إلا على الله ما بدي من كثرة قسوة قلوب الناس صار الإنسان لا يبالي من أين أتت درهم من حلال من حرام وهذا الآن سوء الآن وقت الغلاء ووقت الحرب ويأتي الشيطان وي سوّل لك في نفسك لك أخي شو أديش مع عاشاك عشرين ألف ليرة شو بيساوا هدول هدول بيشتروا هدول ثلاثة كيلو لحمة أربع كيلو لحمة خود من الدرج خود نمع المعك سروق بالطريق خود كان الإنسان يشوف فرنق بالطريق لا يأخذه وإذا أخذه يأتي به ويسأل خمسين سؤالا حتى في أحكام الشريعة باب اللقطة شو اللقطة اللقطة يعني للإي إلى إلى خمسين باب الفقه مو إلي ليست لي هلا باب صار عندهم أبواب تحليل المال الحرام لا أخي فيهم ما عم يديني وصارت الزوجة تسرق زوجها والزوج يسرق زوجته والأولاد يسرق أباهم يسدان والأخي ما عم يعطيني سلحة بالألف والألفين والمسكين طول النهار قاعد دعم يحدون لك والله ناصين شو صار بالدنيا ما عم يعرف أنه حول منه جيش عرم من اللصوص ليش لأنه قسات القلوب هو السبب لأنه ما رباهم على تقوى من الله أيش رضوان تبوه أخواني الكرام اعلم إذا كنت تمشي في هذه الأحوال أو كنت من أهل هذه الأحوال فعلم أنك قاسي القلب إنسان المؤمن ما بحاسب نفسه عن صغائر الأمور عن اللمم إذا كان الإنسان عن هذه الأمور التي أصبحت قريبة منها من الكبائر الناس الآن في هذه الأيام صاروا يحبون يحبون الغناء وأهل الغناء ويتفننون بالغناء وبأهل الغناء ويتبجحون بالغناء وبأهل الغناء شو معناتها صاروا عمقيم مسابقات للكبار للصغار ينفقون عليها الملايين الملايين المملينة من العملات الصعبة آه وين كم أنفقنا على علمائنا كم أنفقنا على خدمة قرآننا هذا شو معناتها أم ميت كل من أولها لآخرها إلا ما رحم ربي قنوات تسخر من أجل الغناء والرقص هذا شو معناتها في قلب حي اليوم جدني صورة على الوسائل التواصل بعد القنبلة تبع هورشيما بالخمسة وأربعين باليابان أستاذ يدرس مجموعة من الطلاب في العراء على الأنقاض أكثر من ثلاثين طالب بين ركام ركام الحجارة يدرسهم العلم هيك أمي بدأت تصير اليابان بدأت تصير لما تأرى بدأت تحترمها تحترم الصناعة تبعا ليش لأنه ينفقون على العلم ويأبون إلا أن يتعلموا ولو في الطريق فما نحن ننفق أموالنا على مين على الغناء ومهن لمصيبه لمصيبه أنه لم تابعين هم أنتم إلا من رحم ربي ومن يسمعوني إلا من رحم ربي ولما بيطلعوا أول الناس المصفقين هم أنتم إلا من رحم ربي ومن يسمعوني إلا من رحم ربي أطفي التلفزيون قوم علم أولادك شيء من التلاوة شيء من القراءة عاديين هذا بدأ يشجع وهذا بدأ يحفز وهذا بدأ يدفع حتى فلان يفوز وين أدي وعن شو عم يغني عن الحب والغرام والهيام وعن ابن عشر سنين وخمسة عشر سنة وست عشر سنة علموا الغرام والهيام والولوج في الكلام الغير شرعي أيضا صار الناس من قسوة القلب موت القلب مو من قسوة القلب هذا مات القلب هذا قسوة القلب بيشغلة قديمة قسوة ثم مات لك ما عد ازدجر بأشد المواعظ شو أشد المواعظ الموت مثال هل تجينا جي جنازي على الجامعة كن واحد مثلاً لميت أبو أو عمه أو خاله تمام أو جاره يعني واحد قد يجل يتأثر كفى بالموت واعظاً النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكفي الموت هذا لحاله واعظة ما بيفوت ما بيفوت ما بيفوت عجرة فيه هذا بيت مين هذا بيت الله ما بدك تفوت تكسب أجر وسواب قلبه ميت قلبه ميت وبيروح على المقبرة وما بيفوت لأنه مطرود من رحمة الله لك إذا كان فيه مناسبة أن تقوب إلى الله وتفكها العقدة هو هي المناسبة ما بيفوت مية وميتين وثلاثمية وعلى حسب الجنازة وبعدين هدول يعني ظاهرة كل واحد بيناته وحطط لي السيجار والسيجارة وبعدين هدول ما بيفوتوا على الجامعة لأنه الفوتة على الجامعة مذمة الله يا حبيبي موت اللي ما بدك تفوت الله موت اللي أأذن لك بالفوتة لو أنت كان إلى قلب رقيق كنت بتفوت ولو حبوا ولو حبوا لو يعلموا الناس ما في العتمة والصف الأول لأتوهما لأتوهما ولو حبوا لو عرفان شوفي أنا اليوم عم أحكي لهم على صلاة الفجر من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة بتقول لهم أنتم مستقلين الحسنة يعني هنا واحد بقول الحسنة بتقول لهم الحسنة أعظم أم 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 لأنه حسنة درجة في الجنة أيام درجة تجعلك من أهل الجنة أبدا حسنة قرام الدهب حقوة 17 18 18 ألف ليرة طيب إذا واحد إن نالوا عصرات الصبح في إلك ألف قرام دهب كيلو دهب شلون بيجي لا ناسي لي ما بنوى ثلاثة قرامات بدنا قرام يعني أنصة كبيرة أم الكيلو بنام على أعتاب الجامع أبدا والله ما عند الله خير وأبقى والله صلاة الفجر فيها من سماع التلاوة في القرآن وركوعك وسجودك والله أعظم من كيلو دهب والله والله جيتك على الجامع فوتك على الجامع تلاوتك للقرآن في أي صلاة أعظم من عشر كيلو دهب هذا اللي معم يفوته يتعي الضده هذا فهمان خالص إذا ما أعلم تلوله عشر كيلو دهب يقول لك ما بدي بدي بطاطا أخوض بطاطا وروح سلون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ما في قلب الله يرحم من اللي قال قلوب قلوب إذا منه من الله قلوب إذا منه خلت فنفوس القلب إذا من حضرة الله خلا شو صار ما عن اسمه قلب صار نفس قلوب إذا منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس بصير هذا القلب من يعد يخطط فيه إبليس وإن هي ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بودور أشرقت وشموس قلب هذا قلبه مثل هذا هذا قلبه مصطوم بيقول لك أبدا تسعين بالمئة مسكر شو بده على العمليات بده قلب مفتوح كم إنسان يحتاج إلى قلب إلى قلب مفتوح الآن أخوان الكرام القلوب تحتاج إلى دواء وإلى علاج إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد صديه ولا مصديه صديه وإن جلاءها لبذكر الله طيب الباك داوي وداوي قلبك بذكر الله فإنه لأشفى دواء للقلوب وأنفعه هذا القلب بدون الوحد يتعاهدوا هذا قلب خصلتان إذا صلوحتا صلوح الجسد كله وإذا فسدتا فسد الجسد كله شو هو القلب واللسان هذا كتير بالك دير بالك صيارة كاملة الواحد من قلبه يبين القلب القلب دليل دليل على الحب دليل على الإقبال دليل على الإدبار لأن القلب هو اللي بيحرك كل شي بيحرك الجوارح العينتين لأن القلب إذا حب الله عز وجل بأي من الجسم كله سألني سائل ما عم حسين فيه هي بدأك تحب هلأ إذا واحد عشآن وخاطب بيشعر بالساعة والساعتين وثلاث ساعات ما يشعر ليش عشآن نياله لبحب الله الله يجعلنا وإياكم من أهل محبة الله ذلك هذه القسوة التي نراها الآن دليل على أن القسوة صار ظاهرة في المجتمع بدنا نصلحه إن شاء الله الأسبوع القادم أعطيكم الدواء من أجل إصلاح القلوب دواء القلوب المريضة في قلوب ميتة بدأ نعاش بدأ صطم بدأ صطم إيش كهربائية لأن تعود حتى تعود إلى صلاتك وإلى عبادتك وإلى حبك وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل المحبة ومن أهل القبول اللهم ربنا تقبل منا وقبلنا وعافينا وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا بسر الفاتحة